اه ده كلام خطير ده جملة خطيرة مش هعديها لكن هرجع افكر بانه هاني حتحوت اللي اشار مبارح انه مصادره اكدت له ايقاف محمد الحنفي ومحمد علاء شعبان او محمد علاء حكم الفار هو نفسه هاني حتحوت الراجل اللي قال وقعت السنة اللي فاتت ايقاف محمود البنة ومحمد الحنفي بعد وقعة الاهل اللي انتو شفتوها نفكر كانت القصة الاكثر جدلا هي هدف او ضرب الجزاء طالب الاهلي باحتسابها لحسين الشحات بعد تصويبة ارتطمت في يد ايمن اشرف اللي كانت ايديه خارجة عن جسده وبالتالي لما تبص على اللقطة تقول ضرب الجزاء للوهلة الاولى امكان اساسا تشك ان كان فيه تسلل على حسين الشحات في تمرير تعالي معلول لكن الانتظار قرار الحكم القرار كان بضربة مرمى ما كانش بتسلل والكاميرات جابت الكابتن البنة حكم الساحة وهو بيقول لحسين الشحات ان ايد ايمن اشرف كانت في ايديه يعني مفيش اي اشارة قدامنا بتقول ان القرار كان عبارة عن تسلل لكن في اليوم التالي بعدها كان تصريحات رسمية من الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بيقول فيها بصورة منشورة للصحفيين والاعلاميين ان الكرة كانت عبارة عن تسلل وقت تمريرت علي معلول لحسين الشحات وبسبب كده الهدف او لضربة الجزاء لم تحتسب مبدئيا الصورة اللي انتشرت دي ما كانتش موجودة لنا كمشاهدين على الشاشة وده الخطأ البارز من جانب غرفة الفار اللي كان بيقودها الكابتن محمد الحنفي بحسب المعلومات انه فيه قرار دلوقتي داخل لجنة الحكام بايقاف السنائي الكابتن محمود البنة والكابتن محمد الحنفي حكم الساحة وحكم الفيديو الخطأ الواضح بالنسبة لنا هو عدم نشر الصورة لان الجدل كله قائم الصورة اللي هي بتاعت ان الكرة اوف سايد والله اعلم هي اوف سايد ولا مش اوف سايد لكن الصورة اللي نشرها لنا بتقول ان هي اوف سايد نفس الاسماء ونفس الدايرة ونفس الميدو سلامة سبحان الله ونفس المباراة ونفس ويا فرحيتي طب الحنفي توقف ساعتها هو والبنة النتيجة ايه؟ رجع الحنفي يحكم مطش الاهل والبنك انا بقول لكم دي علامة استفهام كبيرة اوي لماذا تكرار الحكام المتورطين في وقاع واضحة جدا وسبتة في هذه المباراة للاهل مع البنك على مدار اربع لقاءات وربع للاسرار ده للاسرار ده بجد وبعدين يا فرحيتي بانه يحصل ايقاف يرجع من الايقاف يلعب مطش الاهل ويعمل للمطلوب النادي الاهل والناس بتتكلم على التحكيم وهنادي الاهل الناس على فكرة اللي بتمضغ لبانة العدالة على طول كل حاجة بس عايزين عدالة لو في عدالة الاهل حيبقى فارق بكتير اوي لان في كل الوقاية اللي احنا بنقولها الاهل بياخد بطولة